مرحبا معكم كارمي شماس كيف بدي يكون يوم الأربعة 28 شباط فبراير بعدنا تحت تأثيرات الأمر من برش الميزان وبعد الأجواء ممتازة لمواليد الأبراج الهوائي يعني هايدي تقريبا اخر فرصة لمواليد برش الميزان لحتى يحققوا شيء لحتى يفرحوا بشيء لو لا يصل لهم خبر وبالتالي عندكم كل هذا اليوم لحتى تسعوا لهذه الأمور كما انه نفس الشيء ينطبع على مواليد برش الجوزاء الهوائي الدلو ايضا وبتستفيد كمان مواليد برش الأسد ومواليد برش القوس كيف بدي يكون انهارنا برش الحمل بعدكن نوعا ما تحت تأثيرات كتير مهمة ضغطة شوي من الأمر ومن الشمس الأمر معاكسكم الشمس عم تمشي لورا الدولايب عم يمشي لورا بدل لقدام اه معاكسة مقابلكون فبالتالي هذا يوم بحاجة الى صبر طويل ومن المستحسن تنطروا ليتغير الجو الفلكي في اليومين المقبلين هلأ طولوا بالكن وبعدوا عن مشاكل وتأكدوا من كل أشغالكن برش الثور طبعا عيش عنكن ولكن لما بتحطوا ايدكن بايد الآخرين بيمشي الحال فإذا رايحين على مؤتمر رايحين على لقاء اجتماع رايحين على سهرة رايحين على غدا حلو انه تكونوا تكون على تواصل مع المحيط يعني مع الناس اللي بتكون تجتمعوا معهم فالجو اليوم يدعو مواليد برش الثور الى التعاطف مع الاخرين لحط اليد مع الاخرين مساعدتهم الشعور بالجو من حولك منسجم معك بيكون كتير منيح لانه نهار فيكون نهار طويل ومتعب شوي بتضل المواليل اكثر حظا واحد واثنين ايار مايو برش الشوساء طبعا نهار جيد وانا عم بحكي عن هذا الموضوع من يوم الثالثة الامر وجوده في برش الميزان مسألة كتير مهمة لانه هيدا الامر بالوقت نفسه عم بيشكل مثلث مع المريخ ومع بلوتو ومع ايضا الزهرة بيعطيكم طاقات كتير كبيرة وكتير مهمة وبيصير في عنا ايضا مثل هرم فلكي ممتاز هوائي لانه بين كواكب برش الدلو بين برشكم وبين الامر برش الميزان بتشكل هذا الهرم القوي اللي بيعطيكم فسحة من الحظوظ كبيرة جدا جدا ما تتأخروا بحل مسائلكم المهمة اليوم برج السرطان المسائل الموجودة اليوم ولو عكرت مزاجكم شوي بتنحل رح بيكون في جو مختلف كليا كليا في الايام القليلة المقبلة فبالتالي ما تزعلوا حالكن ما تنزعوا ما تاخدوا قرار تندموا عليه طولوا بالكن لانه شمسكن رح تقوى ابتداء من صباح يوم الخميس برش الاسد الحركة اللي عنكن ياها مناسبة لحتى تحركوا اموركن من بعد ما عانيتوا من معاكسات وضغوط ويمكن كان في عنكن اشخاص كانوا اصدقاء لالكن صاروا اعداء لالكن من ورا ظهركن تعانوكم في الظهر ما معكم خبر شو سير الظروف اللي ما رأتوا فيها لا تحسدون عليها اكيد طبعا وبالتالي هلأ انتوا موجودين بفترة فيها سرعة سرعة بسير الامور وانتوا قادرين هلأ تسرعوا اموركن تشغلوا حالكن شوي معليش ولو تعبتوا ندفي اليوم نهار فعال وبيعطيكن نتيجة برج العذراء الامر والشمس اتنيناتهم بيطلبوا منكم تكونوا اوضح بيتعاطيكن المادي المادي مع هذا اليوم يعني ان كان المصروف ان كانت الامور عم تشتغلوا فيها عليها السفر الروحة والمجمي والمجوي كل هالامور تطلب من مواليه برج العذراء يكونوا واضحين وشففين بكل عمل بيعملوا واذا بتاخدوا نوت بتأيدوا على ورقة النوتبوك بيكون كتير منيح لحتى تظلكم تتذكروا بعدين شو عملتوا وما حدا يطلبكن بشيء انتوا مش عاملينه الاكثر حظا هي بعدها مواليه ثلاثة اربعة 12 و 13 سبتمبر لانه بعدها تأثيرات مثلث من المشتري وورانيوس الاكثر تعبا من سحلوة نبتون واحد اتنين عشرين وواحد وشرين سبتمبر وعم بذكركم بس لحتى تاخدوا احتياطاتكم بالنسبة لبرش الميزين ومع وجود الامر ببرشكن لليوم التاني على التوالي الجو بعده مميز ممتاز جدا داعمكن للاخر القوة اللي عندكن ياها القدرة من الكوة هي الاحداث تغيير مهم باعمالكن بنهاركن بحياتكن الخاصة حياتكن العاطفية تاخدوا قرارات فالجو عندكن انا بعتبروا اليوم كتير مهم ومن المستحسن انه ما تضايعوا لحظة من هذا اليوم يعني قوموا بكل اتصال حابين تصلحوا مع اخواتكن مع اصدقائكن حاولوا خدوا مبادرة حتى مع ولادكن انهار ممتاز برج العقرب بيهدى الجو اليوم وتحسوا بركود في الاجواء بتحاولوا بتحاولوا بتلاقيوا انه ما في نتيجة معليش هذه احيانا بتكون كتير احيانا بتكون تأثيرات الامر من برج الميزين الخميس ساعة خمسة الصباح توقيت بيروت بيوصل الامر لبرشكن وعنده اذن تتغير الظروف وعنكن هيدا اليوم الاربعة لتكونوا حاضرين وتنتبهوا من غلطة يمكن ما تشتلقوا او ما تنتبهوا عليها بننتقل لبرش القوس نهار بيسليكن شوي بيسمح لكم انكم تدخلوا عنصر من الفرحة والمرح ايضا فرح والمرح احياتكن الخاصة النفسية يمكن تتسلوا يمكن تلاقوا شي بتكتشفوا بتعرفوا بيسليكن تفرحوا فيه بتنبسطوا فيه نهار جيد لتكونوا مع اصحابكن لتظهروا لتكون فيه نوع من اخذوا وعطا بينيلكون سواء بالشغل او مع المحيط حواليكن او بالنادي او مع عيالكن ليش لا نهار جيد جدا نستفيدوا منه منكمل مع برش الجدي ووجود الامر في برش الميزين بعده عم بيرائبكن وكأنه عم بيشوف قديش نوعية نوعية العمل عم بتحطوه نوعية التفاني في العمل سواء كانوا بيشغلكون او بيتعطيكم مع الناس من حولكم خاصة الاهل خاصة المسؤولين عنكم كانوا بيشغل او حتى بالمدرسة او بالجامعة بعض مواليد برش الجدي ممكن عندهم مشروع عم بيطرحوه او عندهم موعد كتير مهم عم بيحاولوا يعطوا افضل ما عندهم وهذا شيء ممتاز والحظ معكم خاصة 2-3-9-10 كانون الثاني يناير برش الدلو اليوم بيرتيح طبعا لليوم الثاني على التوالي الامر وجوده في برش الميزان مساعد جدا لالكن يمكن يقدم لكم فرصة حلوة يمكن تسمعوا خبر حلو ان كان بي رسالة ان كان بي ايميل او اتصال او زيارة ليش لا المهم في بعض القصص اليوم بتتم بتفرحوا فيها بتوصلوا الى حل وما بتكونوا الا مبسوطين استفيدوا من هذا اليوم انا بعتبروا مناسب جدا وتأثيرات كوكب الزهرة الموجودة ببرشكن بتعطي تأثيرات ولا احلى من هيك حزوص حلوة لمواليد 2-3 و4 شباط فبراير اما مواليد خلينا نقول 31 كانون الثاني يناير 1 و2 شباط فبراير كونوا حذرين الزهرة بيساعد لكن كونوا حذرين برش الحوت تأثيرات يلي عم تشتغلوا عليها الامور اللي عم تشتغلوا عليها بتساعدكم فيها التأثيرات الفلكية لحتى تمشي اموركم خاصة يلي عم بيحاول ويلي عم بيلاحق شغلوا هالفترة ضرورة تلاحق اشغالكم لانه الشمس يلي بيبرشكن عم بتحاول انه توصلكم رسالة لانه في ضرورة تبلشوا شي جديد او تدخلوا شي جديد حياتكم سن جديد عم تبدأوا لازم يكون فيه تطور نوعي ومش ضروري بكل شي يمكن بي مسألة ما يمكن بي فكر معين طريقة تفكير طريقة تحليل وضعكم الحالي مواليد برش الحوت ما تطلعوا من البيت من دون ما تتأكدوا من كل اوراقكم وكونوا حذرين مواليد 28 شباط فبراير واحد وايضا مواليد 17 و18 أدار مارس هايدي التأثيرات والتنبيهات من سحل ونيبتون بختم مع مولود 28 شباط فبراير يلي بانتظاره سنة صحيح سنة طويلة لكن سنة بتأسسه فيها لكثير من الاستقرار ويمكن الاستمرارية حتى بأمور مهمة مثل أمور استشفائية مثل أمور طبية أمور مادية مصرفية قانونية معظم هذه الأمور بنشغل عليها كما أنه الطلاب مثلا هايدي السنة سنة كتير مهمة بتساعدهم لحتى يأسسوا ويبنوا لمستقبلهم بتتمنى الجميع يوم سعيد إلى اللقاء باي باي ترجمة نانسي قنقر